سلام عليكم متتبعين الكرام رحلة امرأة فاسية للاستجمام بالشمال تنتهي بفاجعة وأمام أنظار ابنها عاش شاطئ كابونيغرو التابع لعملات المضيق الفنيدق فاجعة حقيقية اليوم السبت 25 يونيو الجاري بعدما توفيت امرأة في عقدها السادس غرقا وفي التفاصيل كشفت مصادر محلية أن امرأة قصدت وهي وأسرتها مدينة تيطوان من مدينة فاس لخضاء العطلة لكن الأقدار كانت أقوى بعدما لقيت حتفها غرقا بشاطئ كابونيغرو وأشارت المصادر ذاتها أن الهالكة فارقت الحياة بعد وصولها لمستشفى محمد السادس بالمضيق رغم المحاولات العديدة التي قام بها عدد من المواطنين لمحاولة إنقادها إلا أنها باءت بالفشل الواقعة خلفت حزنا عميقا وفاجعة كبيرة خصوصا وأن الفقيدة فارقت الحياة أمام أنظار ابنها الذي كان يصبح برفقتها وفور علمها بالخبر حلت السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية ورجال الشرطة للوقوف على ظروف وملابسات هذه الواقعة الأليمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر